وكأن المونديال بدأ يحلوه هل ترون الأرض قد لبست رداء أخضره؟ كف تسجل في الصحيفة أسطره من كان يتوقع أن يدون التاريخ أن المنتخب السعودي هزم الأرجنتين؟ اثنان واحد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني كان متوشحا بعالم السعودية داعما للأخضر في ملعب اللوسيل شاهدوا كيف يمكن أن أصف الأداء المبهرة للمنتخب السعودي؟ مهارات فردية فائقة بأهداف شهري والدوسري المعنويات العالية الروح القتالية التكنيك الحديث هل يوجد أجمل من اللون الأخضر؟ نعم يوجد الأصفر على حارس المرمى السعودي محمد العويس إما يبل الأصفر وكأنه إذلاح ناصع فضة جعلته كف الشمس تبرا أصفرا العويس تصدى لخمس هجمات محققة محققة يعني خمسة أهداف ومن من؟ من الأرجنتين ميسي ورفاقه وتقول لي أبو حميد أين ميسي؟ ميسي كان يتفرج على المباراة مثلكم بالضبط ويقول بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا نحيبه فرحة جماهير الأخضر كانت حارمة بأهداف فريقهم فوزه على الأرجنتين كان له هتاف ميسي وينو كسرنا عينو ميسي وينو كسرنا عينو لا أظن أن هناك حديثا في العالم اليوم غير هذا الفوز الذي لم يكن متوقعا بل كان مبهرا مبهرا جدا هذا محمد عوادي أقول بمصيدة تسلل متقنة وروح قتالية تاريخية وتزديدة قاتلة السعودية تصطاد ميسي ورفاقه وتقلب الطاولة على كل التوقعات خير الدين الجابري أقول لك أول انتصار عربي بالمونديال جميل جدا والفرحة كبيرة يستاهل منتخب السعودية الفوز قتال عظيم حتى آخر نفس هذه تغريدة من فاهد يقول فيها هي أول مباراة وآخر بطولة كأس عالم 2022 سيلعبها ميسي الصقور تفترس تاريخه ثم يضحك أزيادة من عندي سامي الجابر يقول أي لاعب يستطيع تسجيل لكن ليس كل لاعب يستطيع اتخاذ القرارات الجريئة ويخلق من الكرة العادية مشهد يخلده التاريخ عندما تصل الكرة بين قدمي سالم الدوسري توقع الإبهار في أي لحظة ناجم ثقيل جدا شخصية ثقة جرأة في اتخاذ القرارات بغض النظر عن من يكون خصمه سهم تغريدة من سهم يقول التاريخ هي أكتب نفسه سعوديا للمنتخب السعودي أداء عالمي لا مثيلة له مبروك ألف مبروك هذا الأداء المشرف في فخر الخليج أكثر من ست وثلاثين مباراة من دون هزيمة من دون هزيمة للمنتخب الإرجنتيني كسرها السيف السعودي في كأس العالم الفين واثنين وعشرين محمد العويس محمد العويس عدت له لأنه حصل على لقب رجل المباراة مقابل أدائه المتميز في حماية مرمى الأخضر من ميسي وزملائه يستحق هذا اللقب أم لا أنتم تقولوا اكتبوا في التعليقات أنه يستحقها بجدارة لا تكتبوا غير هذا اكتبوا الأوصاف بالعويس ألفوا له القصائد أرسموا له اللوحات الأصفر الأصفر ورقمه واحد وعشرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة